السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة بوتيت كويزين او شهيوات ام نيزار سنرحب بكم الجديد مع وصفة جديدة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم واحد الحلوة سهلة مهلة دوازة رائعة بالنكهة جوز الهند او الكوك غزالة بزاف نتمنى الوصفة اليوم تنال انجابكم وتجربوها ندوز المقادر هذه الحلوة نحتاج لها كاس قل ربع زيت نحتاج كاس قل ربع الكوك او جوز الهند كاس قل ربع سكر سانيدة سكر حبيبات لسكون رقيقة حب واحدة البيض ثلاثة الموت للأساس الجبن الفرماج العادي واحدة صاشي الفاني وخمارة الحلوة نحتاج منها غير ملقة صغيرة ممسوحة والدقيق على حسب الخالي بالنسبة للحلوة لا أخذت لها كثير تقريبا اخذت لها زلافة او نصف يعني كل واحد على حسب نوعية الدقيق ومن الأحسن تستعملوا النوعية الجيدة كيف تشوفوا معي هنا اخذت ايناء وضعت فيه الزيت وضعت كذلك الجبن والسكر ونحاول ندفع والدية مجرط واحتمال تسعمل طراب الكهربائي لا يوجد طراب وانما كنت استعمال يادية الرجل نضيف البيضة ونخلط ممسوحة نضيف ملعقة في الشمعية ممسوحة دي الخميرة الحلوى نضيف ملعقة حتى تجمع الخليط 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 سكر حبيبات مع جوز الهند نضيفهم جانبا ندوز فيهم الحلوة هذا الخالط هو القرمشة منبرة رائعة هذا الدواز عسائل جدا كانت تجربوه بسيط في المكونات و يتحضر ضغيات نعسيه في قون وضيوج جديد و يتحضر ضغيات و لديك تقريبا انا قدرته مع 3 و نصف ديال الشياء الربعة بيت مقاطرات ساعة بالتصوير بكل شيء يجب علي و كمية كبيرة لا يخرج بثاف 40 حب اللي يخرج ليا إذا كنتوا بغيتوا أكثر ممكن أنكم تضعفوا الكمية ديال المقادر كيف شمعي انا درسوا حريبيلاس بهذا الشكل هذا و كنحاول نقاددهم باش يجيوني قد قد كنصففهم هكف اللاطن اللي ديالي انا فرشها بالورقة ديال الزبدة لما متوفر لها هاد ورقة الفورن ممكن تهني الطاوة ديالك غير بالزيس او لب الزبدة او لين ما عندك ترشيها غير شوية ديالتقيق باش متلسقليك الحلوة ديالك كيف تسعر فيه ما مدرناش فيها الزبدة يعني الزبدة اللي كتتحافظ علي الحلوة متلسقش في الطاوة احنا هاد الحلوة دي مستعملناش في هالزبدة يعني تخافي انها تلسقليك في الطاوة وعلي حسب الثاني الطاوة اللي عندك واش مجلجة و لما كتكون جدغي كيكونوا غادوك العادي ينسي لسقو اما حسا هادوك المجلجين لا تخافي منهم ستمر بنفس الطريقة كنكور كنحاول انني ندرهم قد قد يعني اللي جاتني شوية كبيرة كان نقص منها حتى كنتحصل على أصبيعات يكونوا متساوين في الحجم ديالهم ممكن نديرهم كويرات يعني مدورين ممكن نديرهم عشك الهلال الإخسير كيبقى ديالكم ستمر بنفس الطريقة حتى نكمل هاد الكمية اللي عندي كيف قلت لكم هاد الكمية خرجت لي 40 حبة بالضبط واقفة على رجليا يعني ممكن تعطيك لأكثر ولا أقل ممكن تعطيك أكثر إلا صغرتي هاد إلا زبتي صغرتي هاد الحريبيلت ممكن تعطيك كثرة من 40 حبة يعني هكاد الحلية وصراحها زوينا إلا كانوا جايين كالضياف على غفلاء بغيتي تصابها غير ولداتك يعني كيف قلت لك نعصي وندفعوا بها لهم كي توجد بسهولة وواحد الوقت اللي ضغياء ضغياء وهنا بعد ما كملت الطاوى ديالي كيف كتشوفوا معايا خرجت لي هاد الطاوى وقال ليشي ربعات الحباء كيف نحن نسي مصدقون لنسي مصدقين الفران وانه مصدقون لنسي مصدقين من التحت و من الفوق كيف قلت طاوى فى الوسط يعني بتاع الطاوى فى الوسط وقدرطه فى الوصد وقدرطتها على مئتة داراجة حتى تحمرت ليوا وقدرة للون الابت فهنا جدي انزينهم بشكلت بيت ودوبة شكلت بيت ونزيين به وكيف تشوفه مع الناس هنا بديت ندير خطيطات بها الشكلات بيض ممكن تستغنو عليه كذلك يعني ماشي ضروري كيف تشوفه معي كيف تشوفه معي درس هذا اخطيطات كباش شكلات بيضا يطرب على الناس قدمتهم بهذا الشكل قرمشها من بره و هشاشه من داخل غزالين بزاف جربوها و اتعجبكم ان شاء الله لانها بسيطة و لديدة بزاف قرمشها من بره و تجي طريه من الداخل و كانت هذه الوصفة اليوم كنتمنى انها تنال اعجابكم و تجربوها و تردو عليها الخبارية في التعاليق سنقول لكم مع السلامة الى فيديو قادم و وصفة جديدة ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة